واستكمالاً لهذا النقاش فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع قطاع الزراعة معنا عبر الهاتف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي برحب حضرتك يا دكتور أهلاً بيك أهلاً وسهلاً يا فندي دكتور جمال العالم بيمر بأزمة اقتصادية عالمية كيف استطاعت الدولة المصرية مواجهة تحديات هذه الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ الحقيقة طبعاً الأزمة الروسية الأوكرانية عملت أثار باعدة المدع على الأسواق الغزاء عموماً لأنه الدولتين يمثلوا جزء كبير من أسواق الغزاء العالمية روسيا وأوكرانيا طبعاً بالنسبة حتى لمحاصيل زي الحبوب وفول الصهوية وعباد الشمس فالحقيقة طبعاً انعكست هذه حتى يعني أخيراً لسوء الحظ يعني روسيا خرجت من مبادرة الحبوب يعني اللي هي كانت بترتب لصدرات تمشي من أوكرانيا للدول العالم المختلفة سحبت منها وده برضو عمل أثار على أسعار الغزاء العالمية طبعاً مصر الحقيقة يعني عملت أكثر من حاجة وجهود غير مسبوقة التغلب على مواجهة هذه الظروف يعني طبعاً قبلها كورونا وكنا مشينا كويس أوه في كورونا وعملنا شغل في مواجهة أصل السلبية وسلاسل الإنداد والكلام ده لكن حالياً طبعاً الدولة مركزة في أكثر من محور لتحقيق الأمن الغزائي عموماً والاتفاق الزاتي جزء من الأمن الغزائي الحقيقة طبعاً مشاريع الأملاقة في توسع الزراع الأفقي اللي هي بالتحريد مشروع الدلتة الجديدة ومشروع توشكة وشرق الأوينات وسينا أربع مشاريع مساحة الإجمالية تقريباً تلاتة ونص أو أربعة مليون فتاة دي تمثل حوالي أربعين في المئة من المساحة الموجودة بالفعل اللي هي تسعة ونص مليون فتاة فالحقيقة طبعاً طفرة كبيرة صحيح جزء كبير يعني لسه باقي من هذه المشروعات لكن الجزء اللي تحقق بالفعل إنجاز كبير بمعنى الكلمة طبعاً ده محور مهم جداً لإضافة مزيد من الأراضي الزراعية إلى الأراضي القديمة وبالتحديد مساحات القمح يعني احنا مشكلتنا كلها الحقيقة فيه محصولين يعني أساسيين أو تلاتة اللي هو اللامح والدرة والمحاصيل الزيتية دي دول أهم تلات معصيل الحقيقة مصر يعني بتحاول تغطي الفجوة فيهم بقدر الإمكان بقية المعصيل يا إما اتفاق ذاتي أو شبه اتفاق ذاتي أو بنصدر فالحقيقة طبعاً مصر عملت بالنسبة للأمح في توسعات يعني في المشاريع الأملاقة في حوالي مئة ألف فدان في مشروع الدلتة جديدة وفي ستين ألف فدان قمح في مشروع تشكة وهو برضو حوالي عشرين ألف فدان في شرق اللوينات يعني الحقيقة مساحة القمح المزروعة السنة اللي فات طبعاً نتكلم على المحصول اللي تم حصاده في مايو السابق الماضي يعني حوالي ثلاثة ونصف مليون فدان ودي مساحة كديرة جداً انتجت حوالي عشر مليون طن يعني تمثل حوالي خمسة وعبعين وخمسين في المية من الكتاب دلالة هذه الأرقام اللي حضرتك بتذكرها دكتور جمال وخاصة كمان أنه شملت رؤية الدولة في هذا القطاع هي فكرة الزراعة التعقدية عايزة أتحدث مع حضرتك أيضاً عن أهمية الزراعة التعقدية في الوقت الحالي وخاصة زي ما حضرتك ذكرت في يعني إجابتك في النقطة السابقة أنه هذا ما يعود عليه سد الفجوة الاسترادية من الخارج الزراعة التعقدية هي أسلوب مهم جداً وفعال فيه طبعاً لتحقيق أكتر من هدف يعني طبعاً الفكرة بتاعتها أساساً أنه طرف ما وليكن الحكومة أو القطاع الخاص بتعمل تعاقد مع المزارع مقدماً يعني من قبل الزراعة حتى يعني بتتفق معها على سعر معين تشتري به منه المحصول يعني وبالتالي يعني بيبقى المزارع ضامن أنه هيسوى محصوله بالسعر الفلاني وده بيدي نوع من الاطمانان ضد المخاطر السعرية اللي ممكن يتعرض له النمرة اثنين برضو أنه الطرف المتعاقد بانا بتكلم عن الطرف المتعاقد هنا فيه طرف تاني اللي هو المزارع الطرف الأول هنا هو إما الحكومة أو إما مصنع أو بتاجر أو يعني مصدر يعني ده الطرف الأول بيبقى أحد الثلاثة دول يعني إنما الطرف الثاني هو المزارع عموماً يعني فبيبقى فيه عقد يعني بيلتزم فيه الطرف الأول بأنه يشتري المحصول من الطرف الثاني اللي هو المزارع بسعر محدد في وقت الحصاد وده بيأمنه بيأمن المزارع يقصد ضد أي مخاطر سعرية أو ضد مشاكل تسويقية أهمية ذلك يا فندم في الوقت الحالي لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج ما هو الحقيقة ده بالطم لما الوزارع يطمئن بالنسبة لمحصول زي القامح مثلاً أو بالنسبة لمحصول زي الفول الصهوية أو الدرة المحصيل اللي احنا في الفترة الأخيرة يعني فيه أزمات زي الأعلاف اللي حصل مع الدواجل والكلام ده الحقيقة ده بيعمل نوع من تحفيز المزارع على زراعة المحصول موجود على الزراعة التعاقدية ويتوسع فيه وبالتالي بنضمن أنه فيه ترفع في درجة الاكتفاة الذاتي لأنه المحصول يتوقع أنه هيزيد ده الفكرة بتاعة الزراعة التعاقدية لكن أنا عايز يعني برضو أشير إلى مسالة التخزين الاستراتيجي للدولة نجحت فيه إلى حد بعيد برضو من حوالي ست شهور يعني من استهلات محصول القامح بينما كان من 2014 مثلاً لا يتجاوز التخزين الاستراتيجي مليون ونص طن فالحياة دلوقتي يعني فيه أربع أضعاف أو خمس أضعاف طاقة التخزين الاستراتيجي وده أنفق عليه حوالي 30 مليار جنيه لإنشاء الصوامع ما يسمى بالمشروع القومي للصوامع الحديثة يعني فده مهم برضو فيه انفاقات تانية على يعني الميا جزء مهم في موضوع الأمن الغذائي والاتفاية الذاتي فالدولة الحقيقة رصدت حوالي 900 مليار جنيه في خطة طاموحة جداً من 2017 إلى 2037 بتنفذها وزارة الموارد المائية والرأي جزء كبير من الخطة حقيقة عمل يعني من 2017 إلى 23 أو 26 دلوقتي فيه محطات تحليط مياه البحر تعملت وفيه محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والوسحي اللي هي محطة الحمام اللي بتغذي مشروع الدلتة الجديدة ومشروع محطة بحر البار اللي بيغذي والمحسمة اللي بيغذي سيناء فالحقيقة دي المشاريع كلها الحقيقة بتطمن الدولة بتطمن القطاع الزراعي ضد أي أزمات مياه يعني مقبلة إنه فيه زيادة في المعروض المائي واللي بيطمن يعني القطاع الزراعي والمزارعين وتشجيعهم أيضا يا فندم على الزراع يعني المياه يعني بجزء حاسم في القطاع في الانتاج الزراعي يعني بدون طبعا المياه يحتبع فيه مشكلة فالحقيقة دي أكثر فيه برضو مشروع تحديث مياه استطالا بالمياه يعني فيه مشروع تحديث نظم الري التحول من نظام الصرف الزراع الزراعي بالغمر إلى نظام الري الحديث اللي هو بالطنيطة أو بالرش وده بيوفر حوالي 30% من مياه الري في الزراع وده بتستخدم بقى برضو في استصلاح المزيد من الأراضي في المشروعات اللي احنا تكلمنا عنها في المشروعات الأملاخ طبعا ما ننساش برضو أنه المزارع في الزراع القديمة يعني ما نسمى بالقطاع القديم في الزراع حوالي 6 مليون فدان غير القطاع الجديد ده يعني فيه اهتمام بالمزارع اللي هو جزء منه الزراع التعقدية جزء آخر يتعلق به الإرشاد الزراعي وبالنسبة للألبان فيه إحلال آآ أبقار الخليطة عالية الانتاجية محل الأبقار البلدية فيه الدولة برضو حفزت المعامل تجميع الألبان برضو آآ خمسين ألف جنيه لكل معمل يعني آآ ألبان ده برضو خطت ومشروع البتيلو برضو القطاع برضو اللحوم الحامرة والدواجن برضو آآ الدولة حطاه في الاعتبار على أساس أنه القطاع البروتيني بقى أو الجزء البروتيني من الغذاء يتم تأمينه على المدى البيت طبعا يعني بكل تأكيد يعني آآ كل هذه الاستراتيجية آآ هاختم مع حضرتك بكيف تعود بزيادة الاقتصاد المصري خاصة ما يتعلق بهذا القطاع في عجالة شديدة طبعا الزراعة أساسا قطاع مهم جدا اجتماعيا يعني لما والاجتماعيا وفيه اقتصاديا اقتصاديا الزراعة تساهم بحوالي عشرة في المية من الناتج المحلي الإجمالي لكن في المقابل النسبة كان المتضاعلة ديت كان يوما ما 30% القطاع الزراعي إنما طبعا لديال القطاع الصناعة والخدمات يعني النسبة بتاعة الزراعة أقلت شوية لكن على النحل التانية بقى فيه 50% من سكان مصر مرتبطين بالقطاع الزراعي بالتأكيد يعني إما زراعة مباشرة اللي هم 40 مليون يعني نسمة أو فيه 15 مليون تانيين رفيين موجودين يعني فيه أعمال غير مباشرة متصلة وفيه ربع القوة العاملة الزراعية العمال الزراعيين بيساهموا فيه بالتأكيد والصادرات أيضا فإذا إحنا بنتكلم على يعني أمن غزاي وأمن اجتماعي وتأمين يعني بدخول المزارعي أقطاع كبير من المزارعين اللي إحنا عارفين طبعا إنه فيه 80% من المزارعين ومصر يعني صغار يعني الحد الزراعي يعني بتاعهم فدان ونصف فدان والكلام ده فالحقيقة الجمعيات التعاونية والإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية كل ده بيلتايم في مجموعة أو حزمة مهمة جدا بتساعد المزارعين على خاصة دكتور جمال إنه الدولة أيضا يعني شاملت هذا الدعم بصغار المزارعين لتشجيعهم على الزراع فيه دعم مهم جدا اللي هو دعم الأسميدة برضو لازم نتكلم عليه يعني تفضل يا فضل السماد عنصر مهم جدا في الإنتاج الزراعي لو ما تحطش السماد وبالذات الأسميدة الأزوتية هي اليوريا وسلفات الأمونيوم والنشادر يعني الحقيقة الدولة بتدعم نص سعر اليوريا والأسميدة الأزوتية وده حمل كبير جدا ودعم مهم جدا المزارع يعني طبعا بيقدر الدعم ده بحوالي عشرين مليار جنيه في ميزانية الدولة يعني لكن دعم مهم بالإضافة إلى أنواع الدعم الأخرى لازم نتكلم بقى عن حياة كريمة ومشروع حياة كريمة اللي هو بيمتد إلى يعني عديد من القرى الأكثر اهتياجا وده مكونات المشروع الحقيقة يعني هي الحقيقة رؤية شملة في هذا القطاع للنهوض بي والاستفادة منه وتحقيق زي ما حضرتك قلت يعني الأمن الاجتماعي والمادي لكل من يعملون في هذا القطاع أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم ترجمة نانسي قنقر